النهاردة النادي الاهلي في كرة اليد فاز بكأس السوبر الافريقي وتأهل لكأس العالم للأندية بعد ما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 23-21 مباراة قيمة في مدينة توهران الجزائرية مباراة قيمة مصيرة جداً شوط الأول كان ينتهي بالتعادل 10-10 وفي الشوط الثاني الاهلي حسم اللقاء بنتيجة 23-21 عشان يتوق بهذه البطولة كالسوبر الافريقي للعام الثالث على التوالي وهتواجد في كأس العالم للأندية 2024 شفت الدنيا سهلة ازاي؟ شفت الدنيا سهلة؟ هذه الرياضة بارح الزمالك بيكسب في الكرة لأهلي النهاردة بيكسب في اليد بكرة الزمالك يكسب في البسكت بعده لأهلي يكسب في الطائرة والمنافسة لذيذة حلوة مش بقولك أنت كمشجع يعني مش بقولك عايز الزمالك يكسبك ومش بقولك عايز الزمالك يكسبك بس دي الكرة ودي الرياضة ودي الحاجات المفروض تبقى طبيعية مبارح جمالي الزمالك فرحانة وبتهيس وبتفرح في صحابهم الأهلوية وانت النهاردة فرحان في صحبك الزمالكية وانتك سيبته في كرة اليد والدنيا بتمشي